القضاء في اية بقعة على الارض ينبغي ان يكون ايقونة العدل وميزانه واوزانه وفي العراق وعلى الرغم من التداخل الكبير في المفاهيم والتناقض المفرط في القيم والاختلاف الواضح في المقاييس الا ان القضاء ظل محافظا على وسطيته والتزامه بالحق كاساس للحكم بين الجميع ولو لم يكن القضاء العراقي منوطا بقضاة اكفاء من ذوي الخبرة الطويلة والمهنية العالية والسمعة الحسنة ممثلا برئيسه القاضي فائق زيدان وجميع اعضائه لم استطع ان يصمد في وجه الاعاصير العاتية التي اقتلعت ولا تزال تقتلع كل اساسات الدولة المتينة وها هو مجلس القضاء العراقي اليوم يثبت للجميع انه الحكم الفيصل بين جميع الفرقاء لا صوت يعلو على صوت مطرقته ولا حبر اوضح من حبر يراعه ويكفي اي مشكك في نزاهة القضاء العراقي ان يعود الى سجله النظيف في سنوات ولانه كذلك قابل الوفاء بالوفاء ففي جلسته السابعة المنعقد بتاريخ الثاني والعشرين من اذار الفين وواحد وعشرين بدأ بتكريم رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا قبيل احالتهم على التقاعد كحق معنوي وواجب شكر لجهودهم التي لا تنسى اتبعها بترقية عدد من القضاء واعضاء الادعاء العام ووجه باعادة تشكيل بعض المحاكم حسب مقتضيات العمل ولم ينس التأكيد على ما دأب عليه دائما من نزاهة وشفافية حين اكد ضرورة الاعمام السابق والذي ينبه القضاء الى عدم جواز التوسط لدى جهات غير قضائية في امور تتعلق بالوظيفة لان ذلك يشكل اساءة للقضاء ومخالفة للعدل والانصاف منتهيا بالتشديد على ضرورة اشراك اعضاء الادعاء العام في جميع ورش العمل التطورية حرصا منه على مواكبة اعضائه لكل ما من شأنه الارتقاء بعملهم ويبقى القضاء العراقي شمعة امل في غد افضل